السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا مرة أخرى الآن هذا الفيديو الثالث لحل المعادلات المعادل اللي أمامنا شوي بتختلف قليلا عن المعادلات السابقة لأنها بتحتوي على trick functions في عنا sine x وعنا cosine 2x مع وجود x to the power of 3 فعنا combinations فبنشوف كيف بنا نحل هذه المعادلة بس لاحظ انه هذه المعادلة متجانسة يعني كلها in terms of x فمع هذا بنشوف كيف احنا بدنا نحل هذه المعادلة عن طريق Similink مع العلم انه هذه المعادلة حلها راح يكون صعب عن طريق الطريق الرياضي زي ما سبق شرحنا في الفيديوهات السابقة بدنا نروح على الماس ونختار البلوك اللي بيساعدنا على حل هذه المعادلة اللي هي algebraic constraint block زي السابق ندخل كل هذه القيام كone signal على هذا البلوك على هذا البلوك بحيث نحلها ويعطيني المعادلة بدنا الاد بلوك مشان نجمع كل هذه الترمز بدنا الگين بلوك بدنا الماس اضافة الى ذلك بدنا الترمز ترمز بحيث نشرح ان شاء الله لغيرنا الترمز وهي هذه لانه في عنا وكوسين بحيث ان الترمز بس بمكاننا نضغط عليها ونغيرها كوسين طيب هذا بالنسبة للمass operation بدنا من السنكس بدنا الديس بلاي وبدنا من الساوص نحتاج الى الconstant block والآن اعتقد انه هذا كل ما بدنا نحتاجه في هذا الاطار حلينا نشوف اوه نعمل maximization و نجيب هذا الى الوسط الآن ترتيب البلوكات هذا بيكون personal preference اوليش بالنسبة ل الاد block بيكون الports عادة اللي احنا منحتاجها مساوي لعدد الترمز الموجودة هون فعنا 3x to the power of 3 هذا one term 5 sin x هذا كمان one term كله هذا one term وال7 7x 7 cosine 2x هذا 3 times فعنا 3 times plus plus minus خلينا ننضع انه على ضبط نقل على هون ونحط plus plus minus ونحط اوكي ونلاحظ كيف تغيرت الports خلينا نكبرها شوي تغيرت الports مشان نعمل ندخل عليها هذا فخلينا في بداية الامر ندخل ندخل e to the power of x يعني 3x to the power of 3 فمشان نحصل على هذا كلنا احنا لما ندخل المعادلات لما ندخل الترمز كليات هذه عن طريق الadd block ندخلها على algebraic constraint block بطلع عندي ال x يعني هاي كنت ال x زي ما في السابق خلينا نعمل للمعادل لهذا الخط هذا قيمة x نلاحظ انه هذا e to the power of u ما بيعطيني x cube لو نشوف هنا لما نضب يكليك عليه ما في عندي x هنا x cube في عندي squared وفي عندي ال power فمن ننفط ال power نضغط عليها ال power زي ما شرحنا في الفيديو السابق يعني variety of equations homogenous equations that you can use you can use math simuling to solve is endless وإن شاء الله في الفيديو القادم نشوف كيف نعمل حل simultaneous equations المعادلات غير المتجانسة يعني يصير عندي x y z يمكن يكون 3 4 أو 5 مختلف مختلف المعادلات الآنية التي نعرفها باللغة العربية كيف نستخدم Simbilink لحل هذه المعادلات طيب هذا كل ما حبينا نقوله شكرا لكم وحزن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته